السلام عليكم اسمي ليس أنا أبو ريضا أنا أم ومقاطعة على الدراسة هذه 14 سنة ورجعت مجددا باش نحصل على شهادة البكالوريا ولتحقت بسنتر دلتا 20 سور 20 باش نحقق طموحاتي وأهدافي اللي مقاطعة على شهال هادي ونكون قدوة وتأنف المجتمع مع العلم أنني عندي مشروع ديالي ولكن بغيت نزيد به القدم إن شاء الله بمناسبة العيد العالمي للمرأة كان بارك الأنت سواء كانت طفلة أو زوجة أو أم بهذا اليوم العالمي لكي يرسخ لها تحقق طموحاتها تحقق طموحاتها وأحلامها وأفكارها وأفكارها وتكون ركيزة في المجتمع المغربي وكن قول لها عيد مبارك سعيد وبتوفيق إن شاء الله ودائما متألقة ونجمة ساطعة الأطفال بأن الأم أو الأبناء تكونوا شقارين هذا هو السبب الرئيسي اللي كخلي الوليدات كيخرجوا منحارفين أو بتربية غير حسنة لذلك يجب على المرأة أولى بسيفة عامة المرأة أولى الرجل خصهم يكملوا قرائتهم ويتمدرسوا لأن التقافة والتمدرس هو أهم شيء في الحياة وفي المجتمع ديالنا لذلك التحقت بس ونطر دلتا سور 20 باش نحقق أحلامي ونكمل قرائتي وناخد شهادة الباكالوريا إن شاء الله بمعدل جيد الرسالة اللي كنوجه للنساء أو للفتيات اللي انقاطعوا الدراسة بأنهم يرجعوا لدراستهم ويكملوها لأن بلا دراستهم المرأة ما كتساويتها حاجة إذن خاصة ترجع لقرائتها وتحقق أحلامها وطموحها وتبني مجتمع متقف وراقي مستقبلا لها والوليداتها